السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلميذي في سنة الثالثة ابتدائية ولحتى أولياء تلميذ لهم يشاهدوا فينا معاكم كل عادة الأستاذ يسمين ويلا أبنائي وبناتي اليوم إن شاء الله نحلوا اختبار اللغة الفرنسية للفصل الأول إذن طبعا وشحي تحليف اللغة الفرنسية في الفصل الأول يلا نشوفو مع بعض وباش نتعلمو قنا بنمشويدنا مشكي تحليف المدرسة منخف منوالو إذن طبعا لتاكس اللي هو النص تقرهه للأستاذة لأنه ثالثة ابتدائية رأي أول مرة نقرأ اللغة الفرنسية ونجوز فيها إذن الأستاذة وللأستاذ هو اللي يقرأ إذن يلا نبدأ كالعادة باللغة الفرنسية ونترجمو إلى اللغة العربية جابيت بورج الكيفان معنتها أنا أسكن في بورج الكيفان معنتها في مدينة بالقربي يعني الموقع تحب بالقربي من البحر أفاس دماء ميزون معنتها في المقابل تاع المنزل تاري إليا ان جران جردان ببليك معنتها نشوف المقابل أفاس البيت تاري نشوف جردان ببليك معنتها حديقة عامة اللي يقعدوا فيها الناس إلا غري ذلك با لوان دو شموا ستروف ان سنتر كولتوري لأو جفت دو تياتر معنتها ومشي بعد بزا فعلية كايين واحد سنتر معنتها مركز تاع كي ما احنا قولو الثقافة إلى غري ذلك وينندير فيه المسرح يلا لازمت تكتب بالزارب تخيزان sir كي يجود دو شرم اما بيلفيل معنتها لازمت توعي بزينين في الجوانب تاها بالزارب تخيزان sir معنتها القديمة يعني أشجر قديمة لكن القيدة متاحة هو لو يعطيها الشغم الجمالية هذيك تاع المدينة الجميلة دياني ما فهم؟ إذن طبعا الأستاذة تقرأها لكم مرة مرتين باش هكذا تفهم يلا نبدأ ونحلو مع بعض نبدأ معتها لفهم لتكس سعي شوزي معتها اختار عنوانا لتكس معتها عنوان لهذا النص واش تقدر تدير عنوان سهل وبسيط احنا أعطيه لكم أبنائي باش مزيدوش غاة تغلطو لتشي مي جران باران ما بيل فيل ولا لفاكنس إذن يلا اللي هدرنا عليها هي اللي نكتبوها لتشي مي جران باران اسكو هدرت على الصيف عند الجد والجد التاعي لا ما بيل فيل مدينة الجميلة شوفو هيت خلاص شوفو أما بالنسبة للإحتمال الأخير ويقول لي لفاكنس أما أرانا نهضرو على العطلة يلا قال يرابن با فري و فو فري صحيح فو خطأ داو ما نقول لكم كي تتبدل الجملة نكتب فو إذا ما تبدلت شو حطوها لكي ما حطوها فالنص نكتب فري لزارب بورد لرue دي لفيل هل هذا صحيح مخطأ نشوفو إذا تبدلت ولا لا لا ما فيل اي سيتوه لوان دي لامير هل هذا صحيح مخطأ دان ما فيل إليا امارشي هل صحيح كاي المارشي مهدرنا عليه يلا قال لي دانو تيكس تخوب مو دولا د مم سانس ك جولي جولي نعرفو بلي جولي معنتها جميل قال لي حوس يعني في النص كلمة جولي نفسها إذن يلا ابنئي هذي الحفظين هل لازم نعرفوها كلاس سيمو بارض الفابيتيك معنتها كلاس لي مو معنتها الكلمة اللي يبدو بيهم هذي تبدو بأغ هذي بفي هذي ال هذي إي هذي تي أغض الفابيتيك معنتها إحنا نبدو ترتيب الحروف A B C D إلا غري ذلك نشوفو ونرتبوهم من كي نبدو حتى نخلص يلا عندي كمبلت معنتها أكمل بي متنون دون دو جو لان درني معنتها الآن دون دو جو معنتها على يومين إن شاء الله وعندي كذلك العام الأخير إدن جت عن دو سياماني كنتو في السنة الثانية معنتها ابتدائي جو پاس من دوار جيري شي مي گران بار معنتها نروح إلا جكون لغان بار تاري هما الأجداد التمرين اللي بعدو يقول اللي كمبلت اللي مو سيفان أفك إي إي وهدو لتي بتاع لأ تعنا إدن لفناتر هنا جوال لتار و للألف في كل مرحلة حنشوفو وش من أ راح نحطو طبعا نبدأ بسهلين وبعد نروحو للصعب مي لابنكتوا صن كي كن يعني يقال أكمل بي الحروف ولا الوقف مفهم عفوا النقاط الوقف يلا كالبل ما شحال شبه هاد الافيل مع تال مدينة لوم بري سوريك في دان الكفا دانك هادي جملة عادية مفهم او ستخوف votre ميزان وين كين المنزل تاكم إذن هادي كيسون نشوفو كيف نجاوب عليها أما بالنسبة لأ الوضع الإدمجي تقولي رمي لما سيوان ان عرض بور فرمي اون فخاز مع انت قاعد ترتيب هاد الكلمات باش نكونو جملة مفيدة لما ميزان بل بل او او صن حداني ما ننسوش نبدو بمجوسك المتال حرف كبير إذن يلا أبنائين وروا لكم كيف نحلو الاختبار كما هذا ونجيبو عليه العلامة الكاملة إذن يلا أبنائين نبدو بالنسبة للسؤال الأول اللي قال لي حوط الإجابة الصحية ولا اختار الإجابة صحية إذن هنا وش ننهضرو فيل 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 بلوز يغفو إذن ننهضرو على المدينة يعني تلميدي مفهمش يشوف باللي الكلمة لا يتتكرر بزاف يلا هذي واحد تنين إذن يتتكرر مرتين إذن ندير مابالفيل إذن هذي بالنسبة إلى السؤال الأول يلا قال إذن برض للجملة صحيحة توقف قال مابال يسيطي لوان دو المر إن صحيح كتبوا مابال أو لابال تأتي سيطي بخي شوفوا هذي كلمة بخي وهذه كلمة لوان إذن تبدلت وش نحط نحط فو يلا هذي صحي كلمة مخشي كينا في النص نحو نحو إذن نكتب فو يلا بالنسبة إلى الطريقة باش تدير فو يلا قال في لتكس عندنا لسينوني بتاع جولي اللي هي بال إذن يلا قلنا جولي ها هي كلمة بال إذن نكتب بال أوكي ما ننسوهاش هنا أوكي عبيها نقول لكم لازم نعود ونقرأ الورقة التانية بل منسلمها إذن جولي بال هذي نحفظوها جميلة جميلة في الزوج جمعتها شابة يلا قال لكلاسيمو بغض ألفابيتيك معنتها كلاسيهم بالترتيب بتاع الحروف إذن أبنائي هي اللولة H E دوك عندي ال E نحطها هي تانية H E J K L مرها L إذن نحط L M N O P Q R S T مرها T K T U V إذن V هي الأخرى نحط V مفهوم إذن سواء نحفظها يعني نقولها أغالما ولا نكتبها في مسودة يكون أحسن إذن يلا هذي بالنسبة على حسب الجملة وشتكون هنا عندي ندير جيت دوزياماني كنت في الدوزياماني إذن هذي خلاص حاجة صارت إذن لان دغني معنتها السنة الفارط أو العام الماضي إذن ديروها يالولا جي بس من دوكار ني نجوز في الفرض التاعي والواجب إذن ماتنان الآن وهذي في الفتر عندي دون دو جور جيرا شي مي جران بارون إلا نرايح علي يومي إن شاء الله إلا الجد ولا الجد التاعي إذن يالله اللي بعدو أبنائي نشوف الفور متاع الأ كيف تكتب إذن في فنتر نختالها هذه إذن أنتما يعني سغط قولولها أ شابو يعني فيها كل شابو الفوق يالله جوال جوال اسم إذن نحط لها هذه إذا ما عارفت نخلي هاي للأخرة لاتاغ الأرض نعرف باللي لاتاغ نحط لها نغمال للألف نعرف باللي شوفوا هادي هاك وهادي هاك إذن باش نروح نحط للأخرة يعني نبدأ باللي نعرف وم بعد نروح للي ما نعرف مش يالله لابنكتو ما هي قولنا لابنكتو معدها علامة الوقف كالبالفيل معدها تعجب وش ندير اكسكلاماسون اللي هي علامة تعجب عندي جملة عادية ندير نقطة أما بالنسبة لكيسون ندير انتروغاسون اللي هي علامة استفهم أما بالنسبة لابخودكسون يخيط تعنا وضعية إدماجية قلي فقط أنه عندك الديمو كلمات مهم شو مرتبين وإحنا رطبهم وابناء الحرف الكبير في البداية إذن نبدأ هكا التالي اليوم ونضع المنازل يكونون المنازل يكونون مشابين اليوم المنازل أكبر جمالا من قبل وما ننساش نكملها ببوان إذن هذا بالنسبة ليقلنا اختبار اللغة الفرنسية للسنة الثالثة ابتدائي للفصل أول أي تلميذ ولا تلميذ عنده سؤال لا استفسر يخليوا لي في التعليقات نجاوبي عليه إن شاء الله في أقرب وقت ممكن وكما نقول كالعادة أبنائي بالتوفيق إن شاء الله